مصر بخير عربية والافريقية وحتى الاقليمية حتى 30 يونيو من عام 2013 عندها تبدلت علاقات مصر الخارجية التي كانت قد ساءت مع بعض البلدان لتعود اكثر رسوخا واستقرارا فعربيا عادت مصر الى محيطها العربي من جديد بعد ان وضعت بصمات واضحة في عدد من القضايا العربية مثل القضية الفلسطينية والازمة الليبية والازمات في سوريا والعراق ولبنان ليأتي الدور المصري في محيطها ادراكا من القيادة السياسية بضرورة مواجهة تحديات الاقليمية بل وبانتهاجها ديبلوماسية متعددة الاهداف وافريقيا استطاعت مصر ان تستعيد دورها في محيطها القاري شيئا فشيئا فبعد ان كانت عضويتها معلقة اصبحت رئيسا للاتحاد الافريقي لتبذل جهودا في دعم دول القارة السمراء في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والامنية الى جانب الدفاع عن القضايا الافريقية في المحافل الدولية اما على الصعيد الدولية فوصلت مصر الى التعامل بندية في اطار العلاقات الدولية والاقليمية فاستضافت العديد من القادة الغربيين والاوروبيين الى جانب عقد المؤتمرات والقمم الدولية كان ابرزها كوب 27 في مدينة شرم الشيخ محورية الدور المصري عربيا واقليميا اوجد لها طريقا لاستعادة ثقلها باعتبارها حجر الزاوية في حل القضايا التي ترتبط بالمنطقة فصار الادراك بوجود مصر مستقرة ضرورة عربية ودولية